الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد من أعظم العبادات اللي يقوم بها الإنسان هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أذكر في مرة قصة حصلت من سنوات طويلة كنت في أمريكا في مسجد في إفطار في رمضان وكان يجلس أمامي أحد الإخوة ممن أسلموا حديثا وقال يعني مهتمة أعرف قصص الناس كيف أسلموا كذا الإنسان فينا لما يكون مولود على الإسلام وأهل مسلمين أحيانا ما بيشعر بقيمة الإسلام فأنت لما تسمع قصص الناس اللي أسلموا وكيف دخل في الإسلام وكان يعاني وعنده مشاكل وانتقل من دين إلى إزم هذا الإزم وهذا الإزم وفي الآخر جاء على الإسلام ورتاح فبتشعر بسحادة وبتشعر بيقين تمام فحكيت له كيف جئت للإسلام كيف تعرفت على الإسلام فقال هو أسلم عن طريق أحد الإخوة اللي كانوا تجار مخدرات من المسلمين قلتشو بيك يا زلمة كيف حصل هذا الموضوع قال لأنه كان بيتعامل مع ناس كتير كانوا بيشتري منهم المخدرات وبعدين كتير منهم كانوا ينصبوا عليه أما هذا المسلم مع أنه لا كان بيصلي ولا بيصوم ولا بيعرف إشي على الإسلام قال هو كان مخلص وكان أمين لما يعطيه عشرة جرام مخدرات هم عشرة جرام ما شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناته فهو الفكرة أنا دايماً بحكي إذا كان هذا الإنسان وطبعاً هذا الأخ اللي أسلم حكا لي أنه مش أنا الشخص الوحيد اللي أسلمت على عن طريق هذا الإنسان اللي بيبيع مخدرات في ناس آخرين أسلموا فأقول سبحان الله إذا كان هذا الإنسان اهتدى على يديه أو عن طريقه مع أنه لا بيصلي ولا يعرف إشي عن الإسلام وتاجر مخدراته فما بالك إذا كان فيه إنسان ملتزم وبيصلي وبيعرف رب العالمين ويعرف كيف يدعو الناس للإسلام فطبعاً الله سبحانه وتعالى سيجري على يديه خيراً كثيراً الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي فن وتحتاج إلى تدريب مثل أي مهنة أخرى يعني إذا كان فيه طبيب ولا مهندس ولا كذا فيه تدريب وفيه أمور معينة لازم يلتزم بها عند الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فأي واحد فينا لو محتاج أنك تروح إلى طبيب وانت ما شفل الطريق في الداون تاون أو كذا وجدت واحد من الزعران قالس وماسك ورقة مكتوبة عليها أنا طبيب وبسوي عملية جراحية بـ 25 دولار سألته شو الدليل على هذا المضوع قال والله أنا معي هذا الورقة المكتوبة بخط اليد هل فيه إنسان سياثق في هذا الشخص؟ طبعا لا أنت لما تختار لرعاية البدن والصحة ما تختار إلا إنسان موثوق ومتعلم ومعه شهادات ومتخرج من كلية الطب فكذلك عند العلم الشرعي والدعوة والإمامة والفتوى لا تسأل إلا العلماء طبعا الإخوة الهنود والباكستان جزاهم الله خير يعني عندهم مثل جميل جدا أحيانا نغفل عن معناه هم بيقولوا نيم حكيم خطرة جان نيم ملا خطرة إيمان يقولوا إنه نصف طبيب هو خطر على صحتك ونصف عالم هو خطر على إيمانك يعني معناه أنك تطلب الطب أو أحسن شيء في كل شيء في حياتك سواء من الناحية الجسدية الصحية أو الناحية الروحية الإيمانية تمام؟ لازم تأخذ العلم من الثقات الناس لما بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى يعني كنت زمان في الجاهلية الأولى لما بدأنا الدعوة من 17-20 سنة كنا ندعو مثلا في أمريكا أو فترونتو وكذا ويأتي مثلا واحد يسألك ليش محمد صلى الله عليه وسلم سوى كذا ليش القرآن بيقول كذا الحجاب، ليش بتخسر رجلك في الحوض ليش ما بتكلو خنزير وتجرى وطبعا لما يتشالنجي وتحدىك ليش رسول الله سوى كذا تقول له أنا أتحدىك وأتحدى أبوك تعالى نتعارك يلا تمام؟ طبعا كنا نشاهد فيديوهات أحمد ديدات والديبيتس وهيك شغلات فكان الإنسان يعني يتحمس إنما لما تقرأ في القرآن الكريم سبحان الله تجد أدب الدعوة في القرآن يعني مذكور 25 نبي مذكور في القرآن موسى عليه السلام، عيسى، نوح، صالح، محمد صلى الله عليه وسلم مذكورين في القرآن، خمسة وعشرين واحد، صحيح؟ لو سألتك مثلا، طلع لي من القرآن كيف صلى موسى عليه السلام، كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، ما بنعرف عيسى عليه السلام، كيف كان بيصلي، ما بنعرف إبراهيم، باقي لم، ما نعرف شو التركيز في القرآن؟ التركيز على الدعوة وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبودوا الله كل نبي قال نفس الشيء، اعبودوا الله ما لكم من إله غيره كل قصص الأنبياء في القرآن الفوكس أو التركيز دبعها على طريقتهم في الدعوة، كيف كانوا يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى التركيز عند الدعوة كما حكيت كثير مننا طبعا عندنا التحمس للدعوة وعاوزين نخدم الدين ونعرف الناس بالإسلام خاصة مع موضوع الكوفيد والناس قلسين في البيت وخايفين يعني أنا لو متت اليوم فأروح فين؟ تمام؟ وبيسألوا سبب وجودي في الحياة الناس صارت تسأل الملحدين وغير المسلمين صاروا يسألوا هيك أسئلة يعني لو مت أو جالي كورونا مثلا، وين بروح؟ تمام؟ ما هو الهدف من الحياة؟ هل أنا أعيش عشان أكل وأشرب ويبقى عندي أولاد وبعدين أموت؟ طب ما هو الفرق بيني وبين القطة البسة اللي عندي في البيت ولا الكلب ولا السكورل السنجاب اللي عندي في الباك يارد؟ ما هم بيعملوا نفس الأشياء، صح؟ يأكل، يشرب، يتزوج، يموت فطبيعي أننا عندنا كبشر عندنا هدف أسمى وأعلى في الحياة فزي ما ذكرت الإنسان إذا سألك مثلا عن الإسلام وليش مثلا المرأة بتلبس حجاب وليش الرجل مدري إيش وليش بتصلوا خمس هيك شغلات ما تجاوب كل سؤال على حالي لأن مثلا زمان كنت بعمل نفس الموضوع يسألك مثلا لماذا ليش لا تأكلون الخنزير؟ ساعة يا عم تقول له الأسباب الطبية والجريدة العلمية ومدري إيش المهم بيقتنع في الآخر، بعدين يسألك طيب الخمرة وتبدأ ساعة كما أنت تحكي له عن الخمرة وبعدين يسألك عن الحجاب ويسألك عن مش عارف إيش وانت عمال بتجاوب ساعة 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 وبعدين هو مش مقتنع وبعدين يبدأ يتكلم عن البرياني وليش بتحطه مش عارف إيش والشاورما والكشري الموضوع ما بينتهي، ليش؟ لأن انت مركز في نقطة صغيرة جدا ما بتعطيه الصورة الكبيرة إحنا ليش عايشين هنا؟ وين بنروح بعد ما نموت؟ من الذي وضعنا هنا؟ هذه الأسئلة مهمة جدا فلما أنت تجاوب على جزء صغير عن الخنزير وعن الخمرة وعن الصرة، هب إن هذا الإنسان بعد ما حكيت معه ثلاث أربع ساعات عن الحجاب وعن الخنزير وكذا، وتركك ومشي ثم مات، تعتقد هل وصلته رسالة التوحيد؟ هل إذا مات بيروح الجنة؟ ما بيروح، ما أعرف هو إيش عن الإسلام، مركز على شغلة صغيرة، فأذكر سبحان الله في 2018 كنا في لندن يوكي بناخد تدريب على الدعوة هناك وكان معنا الشيخ عبدالعزيز حفظاه الله ومجموعة كبيرة من الأئمة الشيخ علي السيد وبعض الأئمة، المهم بعد ما خلصنا التدريب نزلنا على الشارع عشان نسوي دعوة طبعا الناس في لندن يوكي جايز الجماعة تابعنا بتوع تورونتو هنا، ماشي هيك، ما بيبتسم، ما بيحكي، بيدوش يشوفك أصلا، هو أصلا مش شايفك، تمام؟ هيك، ليش؟ لأنه بيبص، شايف السي إن طاور، شايف الروجر سنتر، شايف مش عارف إيش، هذه العمارات الشاهقة الطويلة، فحاسس حاله شغلة يعني، تمام؟ فالناس ما كانوا يحكوا، تعطيهم فلاير عن الإسلام يأخذوا ما يأخذوا يرميه، ما علينا، فوجدت واحد مهرج، الكلاون، ستريت كلاون، وألوان بقى وشغلاته، فحكيت معه، قلت له يعني أعوز أحكي معك دقيقة، تسمع؟ قال نعم أسمع، فقلت له تخيل إنك في يوم فتحت عيونك وجدت نفسك في طائرة، تمام؟ وبعدين أنت عارف إن أنت ما ذهبت للمطار أصلا، أنت فتحت عيونك لقيت نفسك في طائرة، فبتسأل نفسك والناس اللي حوليك، مين وضعك في هذه الطائرة، ليش؟ أنت هنا بتعمل إيه في الطائرة، وبعدين هذه الطائرة راحة فين؟ الدستينيشن تبعها وين؟ فسألت هل هذه أسئلة منطقية يصير الإنسان يسألها؟ قال نعم، قلت له طب إنت الآن سألت الناس اللي حولك في الطائرة مين حطنا هون؟ ليش؟ وين راحة الطائرة؟ ما حد يعرف، نوبادي نوز، نوبادي كيرز، تمام؟ وبعدين بدأوا بقى يحطوا الموفي تبعك تتفرج عليه، عادي الإمام، ولا واتفر موفي، وعادي تأكل بقى بيتزا، ولا تأكل أستاذ تشيكين، ولا بيف، المهم، نسيت الموضوع، حكيت له إحنا عندنا في الإسلام ما في هذه المشكلة، لو قرأت الفاتحة الكتاب، هذولا الثلاثة أسئلة المهمة جدا، الإجابة موجودة في صورة الفاتحة، من وضعك هنا؟ مين حطك في هذه الطائرة، اللي هي زي كوكب الأرض، أنت فتحت هي هناك، ليت نفسك هون، صح؟ مين وضعك هون على هذا الكوكب أو هذه الطائرة؟ رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هو اللي وضعك هنا، ليش؟ إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو الهدف، وين راحة هذه الطائرة، فين الديستينايشن؟ لتقف أمام مالك يوم الدين، عشان يحاسبك ويكافأك أو يعقبك على حسب، تمام؟ المهم، حكيت له هذه القصة، دقيقتين يا زلمة، الرجل أسلم، ما أحتاج تبا أن أقعد أحكي له على أينستاين، وأحكي له على فلسفة فارغة وصفستائية، ما في هذا الكلام، الفطرة البشرية تعرف أنه في إله، وإن كانت تكابر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، محتاج بس تذكيرة لتفتيع عيونهم أن في خالق وفي كذا، طبعا في مؤسسة أنا أعمل بها اسمها آيرا، Islamic Education and Research Academy، هما بدأوا بالألفين والعاشرة في لندن، وحصلنا على التدريب معهم، إزاي كيف تعمل دعوة وكذا، فالموضوع باختصار إنك لما بتحكي مع الناس عن الإسلام، ويقعد يسألك عن الجهاد، ويسألك عن البوليتكس، ويسألك، وانت عمل بتجاب، والدبيت، وتأرقي، ما بتوصل لنتيجة، ليش؟ لأن انت مركز على بيكسل صغيرة، وانسيت الصورة الكبيرة، شو الصورة الكبيرة؟ إنه هناك إله، وهذا الإله واحد، يستحق العبادة، وهذا الإله أرسل رسلا أخيره محمد صلى الله عليه وسلم، وأبلغ الوحي عن طريق الكرآن، هذه الأمور تركز عليها، كيف عرفنا هذا الموضوع؟ لما تقرأ القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد التركيز على هذه الأمور، مثال واحد للتوضيح، طبعا قصة سيدنا موسى مذكورة في بني إسرائيل، مذكورة في القرآن في خمسين سورة من المية واربعتاشر، سيدنا موسى قال لقومه كذا كذا، فلما تقرأ في سورة طه وصورة الشعراء، موسى عليه السلام جاء لفرعون وقال إني رسول من رب العالمين، كيف رد فرعون؟ ألم نربك فينا وليدا؟ يا عم هو بيدعوك للتوحيد، تقول له ربك فينا وليدا، بغير الموضوع، تمام؟ وبعدين يقول له ربكم ورب آبائكم الأولين، يقول له إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، بغير الموضوع، وبعدين يقول له رب السماوات والأرض، يقول له طب فما بال القرون الأولى؟ يقول له لأ ده رب العالمين واحد يقول له لأ انت خث إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، هو عمل بيغير بالموضوع، يغير بالموضوع، والجميل في سيدنا موسى عليه السلام أنه هو مركز في الموضوع، توحيد، 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 إلى آخر الموضوع، ما بيخرج، الشباب سبحان الله في بعض الناس لما يخرج للدعوة، وجه حد يتحداك، يقول له تحداك، وتحدا عائلتك، تعالن تعارك، ويحكي له عن البوليتيكس، أصل البوليتيكس، ما في تركيز على التوحيد والدعوة، الموضوع كله الإيجو يدخل في الموضوع، والنفس يدخل في الموضوع، وأنا عاوزة ويندا ديبيت، وعاوزة سكورة بوينت، ومش عارف إيش، لا تركز على التوحيد، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى التوحيد، فمؤسسة آيرة من الأمور الطيبة فيها، حتى لنطيل عليكم، بيركزوا على أربعة أمور، إنه فيها إله واحد، وممكن تصل له مش محتاج كيميا ولا فيزياء، الفاين تيونينج اللي مقود في العالم، المجرات والكواكب والخلق، وفي أنفسكم قافلة تبصروا، كل هذه الأمور تشير إنه فيه إله، وهذا الإله واحد، لو وجدت أنت سيارة ماشي على الشارع تبعكم برا، والقلاس اللي هو المتفيم، التنتد، أنت مش شايف مين اللي جوه، شو بيقولك إنه في عشرة سيقين هذه السيارة؟ ليش مش واحد؟ لو الباب عندك أو القرس عندك في البيت رن، كيف تظن إنه في عشرة أو ثلاثة وقفين برا؟ ليش مش واحد؟ فالله سبحانه وتعالى واحد أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسل للقرآن، وفي مئات الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن، هذه الأمور اللي نركز عليها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب وارضاه، نسأل الله من فضله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين. كما ذكرت أن الدعوة فن، خلاص آخر دقيقتين إن شاء الله، ففي أسلوب للدعوة حتى أنك تكسب الناس، مؤسسة أييرة من خلال عملي في الدعوة لسنوات طويلة جداً، أنا أرى أنهم أكثر ناس ويقوموا بدعوة متميزة جداً على مستوى العالم، مبدئياً هم موجودين في أكثر من 45 دولة على مستوى العالم، ولهم ممثلين ومندبين وكذا. في العام الماضي فقط، هم ساعدوا أكثر من 14 ألف شخص يدخل في الإسلام، إما بالدعوة بشكل شخصي أو أونلاين أو كذا، وزعوا ما يقرب من ربع مليون نسخ دعوية مثل هذه، قرآن وكتابات عن الدعوة، يدربوا الأئمة والمساجد. كثير من المساجد ما بيهتموا بالدعوة حتى لما يأتي واحد يدخل في الإسلام تكبير ونحضنه ونبوسه وبعضين نزلته في الشارع. 60% وأكثر من الناس اللي بيدخلوا في الإسلام بيخرجوا في خلال أول سنة، ليش؟ ما في رعاية، ما في اهتمام، ما في حد يعلمهم أي شيء، تمام؟ فمؤسسة أييرة جزاهم الله خير يركزوا على هذه الأمور. يعني دخل 14 ألف واحد الإسلام العام الماضي، فيه 12 ألف فيه رعاية بيهم وتعليمهم الصلاة ومتابعة ومساعدتهم ماديا ومساعدتهم بكفة السبل. أسبوعياً فيه عندنا دروس للمسلمين الجدد، نعلمهم عن الإسلام والتوحيد والصلاة وإلى آخرين. والمساجد، الكتيبات الدعوية، تدريب الأئمة والدعاة، هذه أفضل كتيبات دعوية موجودة في العالم، أنا أشهد بذلك. كان زمان يجينا الكتب الدعوية من البلاد هناك من عندنا مترجمة، ترجمة يعني ما أنزل الله بها من سلطان، ما تفهم أن تمسكها صحة ولا ما تشوها المسخرة، تمام؟ إنما هذول اللي كتبهم، ناس هم أصلاً ما كانوا مسلمين وأسلموا، فيعرفون كيف يدعو هذول الناس الإسلام، بالحكمة والموعظة الحسنة، ولذلك الله سبحانه وتعالى كتب لهم التأييد والتوفيق، هذه أفضل كتيبات موجودة في العالم، بطريقة علمية، بالحكمة والنصيحة، ففي الطريق أنتم خارجين إن شاء الله، ممكن تأخذ بعض الكتابات تطالع عليها، ونطلب منكم إن شاء الله أن تساعدون في هذا الموضوع حتى تحصلوا على الأجر والثواب. عندنا طاولة برا، والشباب عندهم هذا اللباس الأحمر، يوروك كيف بنعمل، يعطوك فلاير، إذا حبيت إن شاء الله تساعد مادياً تتبرع بالكاش أو بالماشين أو عن طريق الويبسايت، نقوم بالعمل، كثير منكم ما شاء الله عندكم المشاغل، ما فاضي، ما عندك الترينيج، إنك تنضم إلينا، بنقوم بهذا العمل نيابة عنكم، فتساعد مادياً إن شاء الله حتى لما نقف أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويسألك شو سويت لهذا الدين، والإسلام وفوبيا، والناس اللي بتجهل عن الإسلام، والناس اللي ما بتعرف إشي، والناس اللي بتموت ويتمنوا يعرفوا شيء عن الإسلام، وهم ما يعرفوا، ما في حد يعرفوا مع الإسلام، تقول والله أنا سعتب كذا، وتأخذ الثواب كمن دعا وكمن سافر وكذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن أوفقنا وإياكم لما فيه الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وتقبل منا يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه